اشتركوا في القناة وأول ما يفعل النصراني هو تغيير اسمه فكيف يكون اسمه محمدا أو فاطمة واحدة أخر قال عليكم أولا وقبل كل شيء تغيير أسمائكم لأنكم تسيئون لأنبل وأحسن وأحب الأسماء لقلوب المسلمين أحمد ومحمد وفاطمة واحدة أخر قال لاحظوا الأسماء مختارة بدقة عالية من بين هؤلاء محمد وتقول فاطمة هناك أيوب يقول أحمد كنت أنتظر أن أسمع بول وجاك وجوه هذا شيء يبين أنه باقي عنا الجهل باقي المفاهمين والوالو الكمبيوتر والكلافي والانترنت والكلاخ واحد يسمى أباهم محمد كبر اعتانق المسيحية ولا خاطر ما ضربوا حد ما غروا حد وبغي يخلي سمية ويحافظ على أكيم ما هي سي محمد عيب تقول شي واحد فيه بحال الله رأى تسمية حفظين المسلمين عندهم عليها شاهدات الملكية أخصت واحد تبقى سمية محمد أو أحمد أو مصطف هذو كسمية ديالهم بوحدهم اكسكلوزيف حصري وش كانت سمية محمد قبل الإسلام ولا الله كانت وش كانت سمية فاطمة قبل الإسلام ولا الله كانت عبد الله كانت ولا ما كانت دليل أن أبوات محمد قد قوله كان سميته عبد الله وكان قبل الإسلام إلا كانت سمية محمد وسمية عبد الله موجودة قبل الإسلام إذن كان خاص العرب اللي مشي مسلمين يمشيوا عند محمد يقولوا لي أسيدي بدل سميتك ومشيوا عند أبو بكر ويقولوا لي بدل سميتك أسيدي فرقنا عليك يا خرجتي من ديننا أرجعوا لنا سمياتنا ونزيدكم إلا طبقنا نفس المبدأ غادي تقول لي مصيبة قال لك هبش تبدحنش منين جات اسمية يوسف قولوا لي يرى عربية جات من الكتاب مقدس اسمية يهودية عبرية معناها يزيد حيث مو قالت يزيدني الله ولد آخر منين جات عقوب من يعقوب اسمية يهودية عبرية من الكتاب مقدس معناها يتبع حيث تخرج تابع أخوه وهو متوام منين جات اسمية إبراهيم اسمية عبرية من الكتاب مقدس تعني أب لجمهور كين أبرام الأب الرافع وأبراهام أب جمهور منين جات اسمية إسحاق العربية ما فيش إسحاق من العبرية معناها يضحك منين جات اسمية اسماعيل سيتي وش عارفين المعنى دياله اسماعيل معناها الله يسمع يشمع إيل اسماعيل إيل هو الله اسمية العيالات مثلا اسمية سارة عبرية معناها أميرة برانسيس مريم عبرية معناها مرة حارة مرة اسمية الملائكة جبرائيل معناها قوة الله أو رجل الله ميكائيل معناها شكون بحال الله إيل إيل هو الله إسرافيل عزرائيل كلها اسماع عبرية يهودية عشنو نجيو حتى احنا ذابا ونقول للمسلمين عارجوا لنا اسمياتنا ندعوهم رسميات ما مملك حتى واحد كل واحدة حر يسمي ولاده وراسه كما بغى بغى يبدل اسميته هو حر بغى يخلى هو حر تاواحد ما عنده دخل فيه وبالمناسبة المغاربة المسيحيين ممنوعين يختاروا أسماء مسيحية روسهم ممنوع يسمي ولادهم اسمية مسيحية سيدي نفترضو أنا دابا مسيحي اسميتي راشيد بغيت نبدل اسميتي المارك أو بغيت نسمي ولدي بطرس مشيت أزيدة ديت الحال المدنية قلت لهم تزايد عندي ولد بغيت نسميه بطرس أو بيتر يقول لك لا لماذا؟ لأنني في نظارهم بقي مسلم وولدي مسلم صحة بزز وهذه هي الحجرة الواحد ماشي حر حتى في اسميته واسمية ولاده خاصة يسميهم اسميات عربية واسلامية واخر يكونوا مسيحيين وما عندهم متع علاقة بالإسلام واذا تبغيت الأمور توقع عليك انت ولا انت تبغي شي واحد يمنعك تسمي ولادك الإنسان لا يريد القادية توقع عليها هو لا يريد أن يقبلها على ناس أخرين سوف يقول لكم ماذا هنا في القرن 21 وبقى الدولة كانت تحكم حتى في اسمية الناس سوف نحن في عصر الحرية وعصر الديمقراطية ونحن في وقت ديكتاتورية هذا وقت آخر عقلي أخرى ما سوف نقول لكم الله يهديم أخلق وصافي ما سوف نقوله سوف نتعلم احترام الحريات الشخصية من حق أي مغربي أو المسيحي ويخلي اسميته أو يبدلها شغلوه هاداك مشغول حتى أحد فيه اللي بغى يحيد الناس اسمياتهم ولا يمنعهم من شي اسمية ترى غالط كل واحد حر في اسميته ويختار الدين اللي بغى ويختار اسمية اللي بغى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة